أهلا بكم من جديد التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيفة للشيخ نائبة الوزير في مكتب رئيس وزراء مملكة ماليزيا المكلف بالشؤون الدينية فوزية بنت صالح والوفد المرافقة لها وأوضح الدكتورة للشيخ خلال اللقاء أن جهود المملكة التي تقدمها لخدمة ضيوف الرحمن تأتي انطلاقا من رسالتها السامية تجاه الحرمين الشريفين وقاصدهما منوها إلى أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي استضاف هذا العام 6500 حاج وحاج من 77 دولة في العالم وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاتمام المشترك لسيما فيما يخص العمل الإسلامي بين المملكة وماليزيا والعمل على تطويره وتنميته